شوفنا كابتن حسام غالي هو بيوقع التشيرته وبمناسبة حسام غالي عايز احكي لكم قصة يمكن موقف الاهل فيها كاد يتسبب في احالة المهندس هاني ابو ريدا للجنة الانضباط والتأديب في الفيفا اه لما اعلن عن تعيين الحكم الفرنسي لمباراة الاهل والهلال وده نفس الحكم اللي كان ادار مباراة الاهل وبالمراس وحصلت تحفظات كتيرة على ادائه في هذه المباراة فالكل انزعج ليه يتم تكرار نفس الحكم في مبارتين وراء بعض الامر في الشكل الظاهر يبدو مريبا طبعا لكن اذا عرف السبب بطل العجب كابتن خطيب ممكن انا كنت موجود انا والمهندس عدلي دخل علينا المهندس هاني ابو ريدا احنا كنا سوا معاه في نفس الفندوق بتاع الفيفا فكان كابتن اسامة حسن معنا فالمهندس هاني بيقول انا لسه قافل مع كابتن خطيب مكالمة مطولة معايا جدا طول ما نجاي في العربية والراجل منزعج جدا والحقيقة عنده حق ده كلام المهندس هاني ازاي الحكم كان لسه يا دوب اعلن عن تكرار الحكم ازاي الحكم يتكرر فالمهندس هاني قال انا دائم التواصل مع كابتن خطيب وما في حاجة بيمر بيها النادي الاهلي الا لما بكون موجود في الصورة مع الكابتن وبحاول باستمرار احل اي مشكلة قبل بتبدأ عشان كده انا منزعج جدا من فكرة تكرار الحكم استقبل هاني ابو ريدا قال لنا جاني الكابتن حسام غيالي عدتوا مع الناس بتوع لجنة الحكام عشان بلاش الاهلي يقدم احتجاج لانه فكرة ان انت تحتاج مسألة ما هيش لطيفة شوية وممكن تفسر على غير المحمالها خاصة انه قبل المباراة فهاني ابو ريدا نصح انه يبقى الموقف ان انت بتقدم طلب استعلام طلب استيضاح بتسأل سؤال ليه ده حصل وارجل افادة انت مش بتحتاج لكن انت طبيعي محتاج تفسير محتاج توضيح محتاج الناس لجنة الحكام تقولك ده حصل ليه فقال المهندس هاني ابو ريدا الحقيقة الموقف من لجنة الحكام كان واضح جدا قالوا له احنا عندنا خمس حكام معتمدين في البطولة خمس اطكم فيه قرار ثابت ده مستجد لانه قبل كده ما كانش موجود انه مفيش حكم من نفس القارة يحكم مباراة لفرقة من نفس قارته يعني مصطفى غربالي الجزائري موجود مش هينفع يدير مباراة لانه الاهل بطل افريقي حكم من اسيا مش هينفع يدير مباراة لان الهلال موجود في حكم جات له كورونا واخر مصاب فصفت على حكمين الرجل الفرنسي والحكم الاسترالي اللي تم ادخاره لمباراة النهائي بين بالميروس و تشيلسي الحكم الفرنسي مش هينفع يدير مباراة النهائي لانه هو فرنساوي يعني اوروبي و تشيلسي بطل اوروبا فبالتالي تم ابعاد الحكم الفرنسي عن ادارة هذه المباراة النهائية فوقع في قرائتنا انه لازم ان يتكرر طبعا فكرة انه يحصل استيضاح و يحصل تعزيز و يحصل رد ده حط الحكم نفسه قدام مسئولياته عشان كده الناس اللي شافت ان الحكم كان يقص جدا كان دقيق جدا في قراراته كان عادل الى ابعد الحدود الممكنة ده نتيجة ان انت اخدت موقف وهنا عايز اقول للناس اليوم ما الموقف اعلن او الاختيار اعلن و تكرار الحكم اتقال لاحظنا ان في السوشيال ميديا كله بيتكلم الاهل ساكت لامتى و الكابت الخطيب ليه ما بيحتجش و ليه النادي الاهل ما بيقولش الاهل ما بيقولش على حاجة بيعملها لكن بيكون حريص انه ياخد قرارات على درجة عالية من المسئولية تفتكروا هذا الموقف قابلت المهندس هان يا بوريدة بعد المباراة ايه الاخبار قال لي تعرف انفنتينو طوله المباراة كل قرار كويس للحكم ايه روح بصصلي النظام هو ده اللي انتو كنتزعلنين عليه وبعد كده قال له على فكرة لولا ان فيه تأدير شخصي ليك و لتاريخك لانه على فكرة هان يا بوريدة ربما كان الوحيد في مؤسسة الفيفا اللي استمر هذه السنوات من المكتب التنفيذ اللي قابل اللي فات لللي فات لده فبالتالي اقدميته معروفة داخل مؤسسة الفيفا بس انفنتينو قال له كان ممكن لو الكلام ده ما حصلش او حصل من حد غيرك لا كان ممكن يحل لجنة الانضباط والتأديب في الفيفا لمجرد ان انت عضو اللجنة التنفيذية سمحت لنفسك تتدخل لدى الحكام لانه التواصل او الاتصال بلجنة الحكام دي مسألة في منتهى الخطورة والخطأ مش مسموح بيها فانت في وسط البطولة تتصل بلجنة الحكام وتتدخل لدى لجنة الحكام علشان تستفسر او عشان تغير او عشان دي مسألة كمبدأ خطير جدا فلولا انه يعني انفنتينو بيقول لهاني لولا ان احنا عارفين بعض وانا عارف ان انتوا عندكوا جزء من الحق في المسألة كان الامور ممكن ما تعدش بهذا الشكل وكان ممكن يحال هاني او بوريدا للجنة الانضباط بسبب حرص النادي الاهلي على موقفه هنا كان الاتحاد الدولي او انفنتينو مدرك انه الموقف اللي الاهلي بياخده واللي هاني او بوريدا بيدفع عنه موقف طبيعي جدا ازاي بتكرر لي حكام فكان رد هاني او بوريدا على انفنتينو ان احنا مش اتحاد فقير احنا كان الصح ان لجنة الحكام يكون عندها بدل الخمس اطئم فقط للحكام عندها طأمين ثلاثة تاني اضافيين لان احنا بنتكلم على ظروف في جائحة كورونا بنتكلم على ضغط مباريات بنتكلم على ابطال قرات مختلفين بنتكلم على معيار فير شوية انه ما فيش حكم من نفس القرى يحكم مباراة فيها نادي من قرته فانت مبدئيا عندك موانع موجودة وعندك جائحة موجودة ازاي تكتفي بخمس اطئم فقط فلولا هذا الظرف والموقف العادل للنادي الالي والاستيضاح السريع من الكابتر محمود الخطيب اللي اوفت حسام غالي التقى هانا بوريدة زي ما قال لي هانا بوريدة واقنعه واقترع بوجة النظر كان ممكن هانا بوريدة يحل لجنة الانضباط لكن عدت على خير ترجمة نانسي قنقر